اهلا احبائي برحب فيكم باسم الرب يسوع انبارح عملت حلقة عن الوباء في الكتاب المقدس انبارح كان عشرين ايار مايو البث المباشر وكان على قناة الحياة لكن كتير تساؤلات لما سمعوا عن الوباء في الكتاب المقدس كان السؤال ما الذي يميز هذا الوباء عن الاوباء الاخرى سواء في الكتاب المقدس او تاريخيا او حتى في العصر الحديث طبعا الوباء هو وباء واحنا نبارح ذكرنا ان الوباء احيانا كان ضربة الهية على الشعوب الوثنية المبتعدة عن الله واحيانا كان تأديب الهي لكن السؤال اللي دائما يطرح طيب شو اللي بيفرق شو اللي بيغير هذا الوباء عن اي اوباء اخرى احنا بنعرف انه في اوباء كتير عصر عبر التاريخ شفنا بعض الاوباء اللي في الكتاب المقدس وحصدت طبعا الاف كثيرة وحتى في العصور الوسطى وفي العصر الحديث في اوباء كثيرة انتشرت مثل الطعون مثل الكوليرا مثل السارز واوباء كثيرة واخر شيء منسمع عن الكوليرا اه اسف الكوفيد ناينتين او المرض الكورونا خلينا يعني اللي بيختلف في هذه الايام انه من زمان لما كان يكون وباء فعلا حصد ملايين كتير بس كان موجود في بقعة جغرافية محددة في مكان محدد الا يعني القليلون اللي كانوا يسافروا كان السفر اما عن طريق الخيل او عن طريق البحر اللي كان ممكن ياخد اشهر بس اليوم الانتشار يعني سريع جدا ويعتبر بنداميك يعني وباء عالمي اللي غطى اكتر من اكتر من اش عارف اكتر من مئة وسبعين مئة وثمانين دولة يعني في كل دول العالم انتشر هذا الوباء العالمي ثم هذا الفيروس هو غير مرئي ما زال في مراحل العلم العلماء يعني بحاولوا يكتشفوا كيف اجا طبعا اسمعنا انه اجا من الصين وهكذا لكن بحاولوا يكتشفوا شو السبب هل هو في لاب اللي كان في مختبر ولا فعلا كان كان في السوق للحم في وهان في الصين ما منعرف الجواب لكن اللي منعرفوا انه هذا الوباء انتشر بسرعة فضيعة جدا ثم اليوم يعني في نقطتين مهمتين بتشوف العلماء بحاولوا يبحثوا عن العلاج والحل لهذا الموضوع وايضا الكنيسة بتحاول تبحث وتشوف علاج روحي لهذا الموضوع فسواء علميا او كنسيا او لهوتيا خلنقول برضو بتشوف يعني في انقسام بالاراء في حاول هذا الموضوع طبعا الكل محتار بالامر سواء العلماء محتارين بالامر بتشوف يعني اتهامات سياسية احيانا وبتشوف امور يعني اللي بتحدث هنا وهناك لكن على اي حال هذا الوباء سبب اضطراب عالمي وعلى ما يبدو انه الامور يعني مش رح تهدى او تتغير مع انه ابتدأوا يوعدون انه الامور ابتدأت تتفك وان شاء الله هالغيمة بتعبر لكن النتائج اللي حدست من خلال هذا الوباء يعني شيء غريب اذا كان من زمان كان بحلفة منطقة جغرافية بتشتاح منطقة كاملة اليوم اشتاحت العالم بسبب يعني اولا وسائل الاعلام انه اي شيء بيحدث خلال اقل من دقيقة بيكون كل العالم عارفة عن هذا الموضوع شيء تاني الطيران يعني السفر انا واحد من الناس اللي بيسافروا كتير واخر مرة لما سفرت في مطارات فيها بيدخلها اربعين وخمسين مليون شخص يعني بتطلع الامور يعني مذهل والاشغال والاعمال في كل مكان اليوم كل شيء فاضي المطارات فارغة الطيران مش عم بيسافروا فكانت الناس عن طريق الصفر او السياحة بتنقل العدوى بشكل سريع مشان هيك من الصين لامريكا يعني في خلال طيارة وحدة الناس ابتدأت تعدي وابتدأ هذا المرض ينتشر في كل مكان احنا منصلي انه يشوفوا علاج لهذا المرض بغض النظر لكن برضو من ناحية مساحية عندك اراء كتير عندك الجماعة اللي بقولك انه هاي ضرب الهي وانه هذا المرض من الله وانا لا اعتقد هذا الشيء لانه لما بتدرس طبيعة الله طبيعة الله هو الصلاح والخير والمحبة ثم يقول كتاب لا يقول احد اذا جربه اني اجرب من قبل الله لان الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب احد ولكن كل واحد يجرب اذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوة اذا حبلت تلد خطية والخطية اذا كملت تنتج موتا يعني الله ما هواش مصدر الشر ولا مصدر المرض فالله هو مصدر كل صلاح وخير بالواقع انه ننسب هذا الامر لالله تعتبر اهاني واحتقار لالله لانه طبيعة الله قدوس طبيعة الله الطاهرة طبيعة الله خير طبيعة الله صلاح فمش ممكن يطلع شر من الله مصدر الشر هو الشيطان فعندك كمان جماعة بصراحة اللي اللي بينكروا الموضوع بالكامل وبحطوا الموضوع كله من ناحية علمية كأنه الله غايب عن احداث التاريخ وكأنه الله غايب عن هذا الموضوع فبيقولوا لا هاي خطأ بشري وهذا خطأ انساني واحنا عم نحصد بسبب الخطأ الانساني والخطأ البشري حدث كل شيء اللي عاوز اقول احبائي ناخد الخط الكتابي الخط الكتابي اللي هو ما في شيء بغيب عن الله الله شايف كل شيء والله عالم بكل شيء والله حتى الاشياء اللي بيشوفها اكيد رح يحولها للخير الخير المؤمن طبعا للذين يحبونه الذين مدعون حسب قصده وفي نفس الوقت يعني الله يعني يعني لا يدعكم تجربون فوق ما تستطعون بل سيجعل مع التجربة المنفذ الله دايما عنده منفذ ودايما عنده يعني مخرج لهذه الامور بغض النظر شو صار حتى لو الله سمح بغض النظر العالم كله وضع في الشرير وحنا عايشين في عالم ساقط انا شو دوري وشو ممكن اتعلم من هذا الموضوع اول شيء هذا الموضوع بيقودني للتوبة الحقيقية انه انا لازم اتوب وافحص نفسي من خلال نور الله من خلال قداسة الله انا اتوب شيء تاني اكون وسيلة خير وسيلة بركة وسيلة شهادة لكل الناس من حوله اساعد الناس اهتم بالناس جار اللي محتاج او اذا اي شخص محتاج هاي الفترة اللي فعلا الناس تظهر محبتها وصلاحها وخيرها لاحدها الاخر شيء اخر احبائي هذا الموضوع بيقودنا انه نقيم ونفحص كل المقيس ولو يعني فيروس غير مرئي عمل ما لا يعمل في هذا العالم يعني من خلال هذا الفيروس كل شيء اتعطل الحكومات اتعطلت الطيران اتعطلت المطارات سكرت مئات الملايين صار عندهم بطالة كتير من البزنس يعني الميدل كلاس وكلها خسرت اشغالها واليوم حتى صعب انه يرجعوا لاشغال وعد عن البطالة في كل مكان الناس العاطلة عن العمل وهذا تسبب طبعا في نسبة امراض نفسية وكمان امراض جسدية اخرى والمرض الكبير اللي هو الخوف الخوف من المجهول متى سينتهي هذا الموضوع متى ستنتهي هذه الازمة طب شو رح يحدث مع العالم طبعا في ناس اللي بتقول هذا مبتدأ الاوجاع لانه المسيح تنبأ في لوقا 21 عن زلازل ومجاعات واوبئة بسميها مبتدأ الاوجاع انا بقول انه نترك الموضوع الاخرويات اسكتولوجي نتركها للرب يتممها بطريقته اما انا وانت عنا مسئولية بدل ما انه نضوع وقتنا يعني شو الله الله يتمم عمله بس انا وانت عنا عمل كمان والعمل هو الكرازي والشهادي وخلاص النفوس وخلاص الناس وانه نصلي من اجل بلادنا وانه يكون فيه ابراء وشفاء لاراضينا وان الله ويحول الشر للخير ويحول المرض والضعف الى شفاء وحنا نكون وسيلة اداة للعلاج النفسي والروحي للبشر فعلا اليوم الاطباء النفسانيون عم بيتكلموا عن حالات غريبة في هذه الايام حالات نفسية نسبة الانتحار عم بتزيد المخاوف عم بتزيد الناس اللي اشترت بيوت والمديون للبنك مش عارفة شو تدفع او كيف تسدد الناس اللي بتقبط شك يعني كل اخر الشهر الها ثلاث شهور مفيش اي دخل وهذا عم بيقود لازمة نفسية اللي عاوز اقول من ناحية لازم نميز الازمة والاوقات ونعرف يعني تعاملات الله من خلال شو الله عاوز يكلمنا في هذه الايام وانه نحذر الناس ان يكونوا مستعدين لمجيء الرب بس بنفس الوقت ما تضوعش وقتك انه الوقت يروح سدى لانه مكتوب فانظروا كيف بتسلكون بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لان الايام شررة افتد الوقت يعني كأنك انت بتشتري الفرص في هذه الايام لانه العمر قصير جدا بخار يظهر ثم يضمحل دوري ودورك نكون اداة شفاء بلسم من خلال كلامنا وفعلا رسالة حرية للناس المقيدة وانه نكون بمثابة تشجيع في هذه الايام انا بصلي انه العلماء يجدوا الحل والعلاج لهذا المرض ولكن ايضا الكنيسة بدل ما انه ركز على التناقضات اللهوتية سواء انه ضرب الهية او صنع بشري خلينا نقول انه الله هو مسيطر على كل الاحوال ماسك زمام كل الامور ما بتخفى عن عني اي شيء نرفع عنين للرب معونة من عند الرب صانع السماوات والارض فانا بصلي اليوم الرب يملأنا بالرجاء ويملأنا بالتعزية ويملأ قلوبنا بالسلام والطمأنينة والفرح والراحة الداخلية وهي الراحة اللي من واجه العالم مش خايفين المؤمن عارف انه عنده حياة أبدية وانه هذا قطار يسير نحو الأبدية بس هذا مش معناته انه انه العالم يضرب لا انا مسؤول عن الناس اللي حوالي أشجعهم أبنيهم أعزيهم أساعدهم أسندهم أكون سند لكل من حوله بصلي انه يعني انه فهمنا ان هذا الوباء بختلف او بميز عن الاوباء في الماضي هو وباء فتاك عم بيقتل في حياة الناس لكن للأسف سرعته وانتشاره سريع جدا وكتير مرات وسائل الاعلام هي اللي بتبث الضعر والخوف في قلوب الناس قال يسوع تشجعوا لا تخافوا أنا هو هو اللي مسك زمام النمر هو اللي مسيطر على كل شي حط ثقتك وإيمانك في الرب يسوع والرب يباركك